بحث وكيل وزارة الخارجية خالس ليمان الجارلة مع نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية ألبانيا بي ليشي وزير التنمية والاقتصاد والتجارة أربي نحتمائي والوفد المرافق بحث عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فضلا عن تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية في إطار مد جسور التعاون والتواصل الخارجي زار معالي نائب رئيس الوزراء ومدير المالية في جمهورية ألبانيا ووزير التنمية الألباني زار وزارة الخارجية الكويتية لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الكويت وألبانيا ملتقينا اليوم بمعالي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية ألبانيا وأيضا يرافقه وزير التنمية في جمهورية ألبانيا والحقيقة كان البحث يتعلق في العلاقات الثنائية بين البلدين الممتازة والمتطورة وبحثنا الحقيقة كل التفاصيل المتعلقة بهذه العلاقات وتحدثنا عن الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين حوالي 12 اتفاقية الخبرات الاقتصادية والفرص الاستثمارية والمالية كانت محورا رئيسيا في اللقاء فاجندة الوفد الألباني كانت حافلة بالمقابلات الهمة مع الجهات الحكومية والمعنية بالدولة نحو ترجمة التعاون المشترك ناصر الهاجري تلفزيون دولة الكويت